مرحباً حبيبي راي سلمك إن شاء الله تعجبك طرطا مبارح أكلت بهدلي من ستة الوالدة بسببك ليش؟ على الحبة تشوف أولادنا وعم تسألني إذا فيش شيء أو لا أيها وشو قلتيله؟ بصراحة حولت لعندان قد لها أسألي ابنك أم قالت لي أنه أنه هي محبت تزعجك وشافتك مضغوط كتير يلي يا حبيبتي أنا مقدر مش أعرفك وبعرف أنه مثل مثل أي أم بدأت تشوف أولادي وهذا الشي طبيعي بس يعني أنت لازم تعرفي ما؟ أعرف شو لازم تعرفي أنه مهلا وقتهم مضوعات لازم نستنى شوي وإمتى وقته حبيبي؟ لا تكون ناطر لتخلص الأزمة مجد إذا بدنا ننطر لتخلص الأزمة يمكن بحياتنا ما نجيب أولاد يمكن بحياتك ما تصير أب وأنا بحياتي ما تصير أم بالعكس راح تصيري أم وراح تصيري أحلى أم بالدنيه كله بتعرفي بابا شو كان يقولي؟ كان يقولي يا بابا لو أحد كلمة كتره أولاده بس لي خاف على حياته أكتر وهتعلم ما فيمتشو أصدو بس هلأ فيمتشو أصدو أيوة لا تكون معناك خايف على حياتك؟ أنا معنا خايف على حياتي أنا بخاف على حياتي على قد ما بخاف عليكم والله العظيم بس أنا ما بديزيد الحمل بهذا الوقت تحتيدان ما بديزيد الحمل لهيك خلينا نستنى بس شوي حبيبي نستنى شو أنت ليش دائما عم تغير الموضوع؟ ليش ما عم تفهمني؟ ليش ما عم تحس فيني؟ أنا ما عم حس فيك ليه لا حبيبي ليش هيك بتحسوني دائما أنه أنا بصفت جاكم؟ ولا عم حس فيكم؟ ليش؟ ليش دائما لازم قدم مبررات لأشياء طبيعية بتصير بأي بيت؟ ليش؟ ليش لازم تعطوني أوامر لازم ننفذها؟ فهموني؟ يا عمري روء ليش عالصبت؟ ولا ما قصدي؟ خلص روء روء أنا رائع ما عالصبت؟ أنا آسف بفعلت جوي بس ليلى بس نستنى هاي الفترة بس هاي الفترة قصيرة وبوعدك عن جد يكون حمنا ولد؟ خلص ماشي كل شي بقيت رب العالمين وحياتك أنا ما بدي غير نكون سوا وما بدي غير نطان جمي شوف شوف اشتركوا في القناة شكرا